اشتركوا في القناة بأنه بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقب 44 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته وعلى القرار رقم 2 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة التحضيرية لدراسة وضع المرأة البحرينية الشابة في مجال ريادة الأعمال وعلى القرار رقم 10 لسنة 2011 بشأن إطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة وبناء على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة فقد جاء في المادة الأولى تعديل اسم المبادرة إلى مبادرة امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة ويشار إليها في القرار بعبارة مبادرة امتياز ونصت المادة الثانية على أن يمنح الامتياز كل ثلاث سنوات لرائدة الأعمال البحرينية الشابة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني والتي تجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتميز في النهوض بمسؤولياتها الاجتماعية نحو المجتمع ترجمة نانسي قنقر